أهلا بكم حكومة جديدة في تونس مشكلة من تقنقرات رأت النور قبل بضعة أسابيع في سياق سياسي استثنائي مهمتها الأولى إنعاش الاقتصاد المتدهور ومعالجة اختلالات المالية العمومية أساسا إيجاد مصادر تمويل السد العجزي وبعث الروح في النشاط الاقتصادي المكبل بمناخ سياسي غير مواثي وآثار جائحة لم تنتهي بعد ملف نتطرق إليه بمعية مستشار ميديانها الاقتصادي عبد خلق تهامي أستاذ تهامي أهلا بك أهلا وسهلا بداية بأية مؤشرات اقتصادية تسلمت حكومة نجلة مد قيادة الحكومة التونسية كل مؤشرات تقريبا بلون أحمر نسبة التدخم في أكثر من 6% سنويا دين خارجي في حوالي 80% من ناتج الداخلي الإجمالي عجز في الميزانيا لسنة 2021 تحتاج معه الحكومة إلى حوالي 5.7 مليار أورو وخصوصا أنها مطالبة بسداد حوالي 4.5 مليار أورو خلال سنة تقريبا مع العلم أن نسبة النمو لن تفوق 3.5% سنة 2021 حسب التوقعات المتاحة فارتكازا على عدة مؤشرات دق مجلس إدارة البنك لمركز التونسي ناقص الخطر في اجتماعي الأخير بخصوص مشاكل المالية الخارجية وغياب أي برنامج جديد يضمن التمويلات من طرف صندوق النقد الدولي تشير تخديرات المتداولة على سبيل المثال إلى أن نسبة العجز في الميزانيا ستكون في حوالي 7.7% من ناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2021 وهذا يعني زيادة في الاحتياج التمويلي في نفس السياق خفضت وكالة التنقيط الدولي أو العالمي موديس خفضت التنقيط السيادي للبلد من بي 3 إلى سي آآ 1 مع آفاق سلبية كانت قائمة سابقا وربطت موديس ذلك بضعف الحوكمة وتزايد اللاقين والشك في قدرة المسؤولين على تنزيل الإجراءات والإصلاحات اللازمة على مختلف المستويات خصوصا منها الجانب المالي والموازناتي إذا توقفنا عند المالية العمومية ومصادر تمويلها هل من بوادر على أن تحصل التونس على قروض إضافية من صندوق النقد الدولي وما هي الخيرات التمويلية المتاحة للحكومة خارج هذه المؤسسة المالية الدولية نعم سيكون على الحكومة الجديدة في تونس أن تفاوض صندوق النقد الدولي طلبا لتمويل أس ضرورية لاستكمال نفقة الميزانية العامة للسنة الجارية وبشكل استعجالي ثم لتمويل جزء من ميزانية السنة الموالية على الأرجع فلقد ربطت بعض التحاليل مشاكل عجل الميزانية التونسية العامة وكذلك عجلها التجاري على مستوى ميزان المدفوعات بالتأخير الذي حصل في اعتماد برنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي مع ما رفقه من مخاطر التسديل أكدت مؤخرا هذه المؤسسة المالية العالمية على ضرورة القيام بإصلاحات محددة وعاميقة وعاجلة في إدارة المالية العمومية التونسية وكان ذلك في تصريح للمديرة العامة للصندوق التي تريد دعم الحكومة على المستوى التقني لهندسة الإصلاحات قبل الوصول إلى المساعدات المالية ورمت الكرة هذه الطريقة في ملعب الحكومة التونسية فأول منقيد محتمل للحكومة التونسية تحت شروط قد تكون مقبولة أو غير مقبولة هو صندوق النقد الدولي مع الأسف إلى جانب ما تطلبه تونس من تمويل من طرف صندوق النقد الدولي سيكون عليها البحث على تمويل التكميليا وقد يكون الاحتياج أكبر نظر الارتفاع أسعار البترول في أسواق الدولية مؤخرا واستمرار منظومة الدعم وما تتطلبه من نفقات الخيارة التمويلية الأخرى المتاحة للحكومة خارج صندوق النقد الدولي تبقى جد محدودة فلقد حضر محافظ لبنك لمركز التونسي من تشكير في اللجوء إلى مؤسسته لتمويل الميزانية نظرا لمساوية التدخم مرتفعة حاليا والتي قد تخرج عن السيطرة لو استعملت تلك الوسائل وكأنه يقول لا للحكومة مسبقا لتفادي التمويل النقد في هذه الفترة وتبعاته على احتياط العملة ومساوية سعر الصرف هناك في الأخير إمكانية الحصول على بعض المساعدات المالية من بعض الدول بارتباط مع معطيات سياسية غير واضحة حاليا آخر سؤال على الأمد القريب يبدو أنه من الصعب أن تتجاوز تونس متعبها المالية ولا اقتصادية فهل من بواعث تفاؤل يمكن البناء عليها على المدى المتوسط والبعيد لعودة تونس إلى سكة الاستقرار والإزدهار الاقتصادي كما بشرت بذلك ثورة اليسامين ليتم ذلك يجب على السياسين بمختلف توجهاتهم وبشكل مستعجل إعطاء إشارات واضحة للمستميرين تونسيون كانوا أم أجانب بخصوص العودة السريعة إلى النسق الطبيعي لعمل المؤسسة وتعزيز حكامة القطاع العمومي ككل فالوضع على المدى المتوسط يبنى اليوم من الواضح أن الحكومات الجديدة التي لا تتوفر على أي سنة سياسية ستكون عاجزة على التشكير بأفق على المدى المتوسط والبعيد وقد لن تقبل وعودها لدى المؤسسة المانحة أو المقردة والتي قد تفشل في تنزيل إصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة هناك مع الأسف فجوة كبيرة بين ما تريد الحكومة وما يمكن أن تقوم به أو تحقيقه في مثل هذه الظروف بعد السيطرة على المسألة المالية والاقتصادية والاجتماعية والملحة والمستعجلة والخروج من الأزمة السياسية يمكن تفكير في خيارات وشروط التنمية والتشغيل والاستثمار الداخلي والخارجي وتحسين القدرة الشرائية للتونسيين بشكل مستدام في إطار نموذج اقتصادي جديد ينبوذ الريع وهذا كان مطلب ثورة الياسامين كما يتذكر جامع وكذلك محاربة الفساد التفاؤل لن يأتي إلا بعد الاستقرار السياسي والأمني ليبدأ في إعلان لبناء الاقتصادي الذي يرتكز في حالة تونس على إصلاحة هيكا ليقد تكون صعبة لكنها ضرورية وتتطلب التوافقات بين مختلف المتدخلين على المدايين القاصر والمتوسط مثل تخفيف حجم القطاع العام وكتلته الأجزرية وإصلاح المؤسسات العامة غير فعالة وإعادة النظر بعمق في منظومة الدعم فهذه كلها محاور ممكنة ويجب على الحكومة الجديدة أن تنكبع عليها في أقرب الأوقات مستشار ميديان على الاقتصادي عبدالخلق التهامي شكرا جزيلا لك شكرا